اشتركوا في القناة وعلى المؤمن حتى يكون كما بين الظهر والعصر بالنسبة له وحتى يكون لكبار المؤمنين كصلاة فريضة صلاها أحدهم ويكونوا كأخف صلاة صلاها أحدهم في أيام الدنيا فينتهي هذا اليوم بطوله بالنسبة لهؤلاء عندنا في عالم الدنيا نجد أصحاب الفرح والسرور بأمرهم يرون الوقت الطويل الذي يمضي قصير جدا وأنه مضى بسرعة وأن أصحاب الحزن والتعب والإشمئزاز من أمرهم يرون وقت هذا الأمر صعب عليهم وضويل ولو كان مقدار نصف ساعة لقالك أنه عشرين يوم وذاك يراها الساعات الطويلة كأنها ربع ساعة نصف ساعة كانوا مر بسرعة لأنه مرتاح بالأمر هذا فيما يتعلق بالإحساس ونحن في الدنيا والأمر في الآخرة أكبر ثم إن طول أي ساعة وقصرها بيد خالق الساعات وخالق الأوقات جل جلاله لا معنى لأن تستشكل العقول كيف تكون لهذا ساعة ولهذا نصف ساعة ولهذا دقيقة لا معنى لهذا لأن خالق الوقت هو المتصرف فيه وإن شاء أطاله وإن شاء قصره وإن شاء جفله في الآن الواحد يجعله لهذا طويلاً ولهذا قصيراً كما شاء جل جلاله وإنه في حكم تصرفه في الأوقات يشعر الناس بتقارب الزمان في آخر الزمان حتى تصير السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة حتى تمر عليهم الساعات كأنها احترق سعفات تحترق في لحظات وكثير من الناس يشعر أوائل عمر كيف كانت تمر عليه العشية وكيف كان يمر عليه الصبح وكيف كان يعمل في الظهر ويرى أنه كان يعمل عملاً طويلاً وفعلاً كثيراً صار بعد ذلك لا يستوعبه في هذا الوقت بتقارب الزمان فسبحان المتصرف في الزمان كما يشى جل جلاله وهكذا ونجد استشعار زمان طويل عند راء يرى في نومه مرور يوم ويومين وسنة وسنتين في لحظات لا تتجاوز دقائق في رويا يراه والمستيقظ بجانبه ما هي إلا دقائق عنده معدودة فيسيقظ هذا فيقول له أنه رأيته سافرت إلى مكان كذا وبدت ونمت ثم في اليوم الثاني منين جبت الأيام أنا قاعد هنا جنبك ولا في يوم ولا في نصف يوم نومك كله نصف ساعة ونظروا يا حقك ما تتجاوز أربع دقائق خمس دقائق ووقعت أيام وقعت أيام وولاده وأحبله وسفروا من بلاد إلى بلاد وأحكاموا دخلوا وخرجوا ربما بنا بيت وكملوا وطلع في الدقائق هذه يستشعر روحه هذا الطول وهذه الأيام كلها سبحان الله يا عاجل أعجل المتصرف جوي قادر حكيم ولا تحكم ما ألفت ولا ما تصورت ليحكم على البارئ المنشئ الفاطر الموجد أعجل أعجل سير أعجل لك في مسار صحيح